في إطار جولته الحالية للمنطقة التقى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة بحث اللقاء مستجدات الوضع في قطع غزة والدفة الغربية في ضوء العدوان الإسرائيلي الحالي حيث أكد بلينكين دعم بلاده لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من عدة دول بالمنطقة للمساعدة في إعادة أعمار قطع غزة ومن جانبه حذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهدير أهالي قطع غزة أو الدفة الغربية كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لإتاحة المجال أمام تنفيذ الحل السياسي هذا ويتوجه وزير الخارجية الأمريكية اليوم إلى البحرين في محطة غير معلنة من جولته في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر